بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته توقفنا في اللقاء السابق عند وصية لقمان الحكيم لابنه بجعل الإيمان بالله والعلاقة به أول أولوية في حياته وقلنا أننا نفتقد في مثل هذه الأيام هذا الشعور والإحساس ليس لأننا لا نريده ولكن في الغالب لأننا لم نحسن الوقوف على الوسائل والأساليب التي بالفعل يمكن أن توصل إلى هذه النتيجة القرآن العظيم في سورة لقمان أوضح لي كثيرا من وسائل التربية بالحقيقة من أساسيات التربية وقواعدها من أساسيات التربية الإهتمام بالأولويات في حياة الطفل في حياة الشاب حتى في حياة نفسي وأنا أربيها فكلنا يعلم أن من لم يحسن تربية نفسه كيف له أن يحسن تربية غيره على المؤمن على العاقل أن يربي نفسه وعملية التربية على فكرة لا تتوقف عند عمر معين ولا تتوقف عند زمن ولذلك القرآن أحيانا يعبر عنها بالتسكية قد أفلح من زكها فتسكية الإنسان لنفسه لا تتوقف أبدا سواء كان في عمر الشباب أو كان في عمر أكبر من ذلك المسألة لا تتوقف على عمر ولا على زمن ولا على مرحلة وإنما هي عملية مستمرة حقيقية حتى يلقى الله عز وجل إذن لقمان حين حدثنا القرآن عن اهتمامه بالأولويات وغرسه للأولويات في حواره مع الجيل الناشئ الشاب هذه حقيقة يجب أن نبدأ بها وقلنا أن من أبرز إشكالياتنا اليوم نحن وكذلك الأبناء أننا حولنا العبادة والإيمان إلى عادة شيء معتاد والإنسان حين يحول الأشياء التي لا ينبغي أن تتحول إلى عادة الأمر ينعكس سلبا على حياته القرآن يريد أن نحول العادة إلى عبادة وليس العكس الإشكالية أننا حولنا الإيمان والعبادة إلى عادة وعلينا سقف الأولويات في سلم العادات وتركنا سلم العبادات فارغا ليس لأننا لا نتعبد ولكن لأننا حولنا كل العبادات إلى عادات ففقدت ذلك النور والثمر الرائعة التي ينبغي أن تتولد عنها العبادة لها ثمرات الإيمان بالله له ثمرات الإيمان الذي يتحدث عنه لقمان لابنه ليس مجرد أن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صحيح جزء منها الشهادة باللسان وإقرار باللسان ولكن الإيمان الذي نتكلم ويتكلم القرآن دوما عنه هو ذلك الحافز الدافع القوي الذي يجعل من الإنسان طاقة عظيمة تنطلق في جنبات الحياة عملا إتقانا إصلاحا رفعا ارتفاعا مساعدة مفاهمة تعاون محبة سلام أمان نشر للخير طاقة وهاجة بكل ما تحمل الكلمة من معنى وحتى يصبح ذلك الإنسان كأنه نور يمشي بين الناس وهذا حتى هو التعبير والمصطلح القرآني وجعلنا له نورا يمشي به في الناس هذا الإيمان الذي يتحدث عنه القرآن وليس الإيمان الموروث الذي ورثناه لأبنائنا دون أن يكون له رصيد من القناعة رصيد من الإقرار بالقلب والتصديق بالقلب رصيد من المعرفة معرفة بالله سبحانه وتعالى يمكن أن تجعل له حصنا ووقاية أمام الشبهات وأمام الشهوات في الحياة لا تجعله هكذا ريشة في مهب الريح تزعزعه أي شبهة أو أي قول يقوله أحد من الناس لأنه لا يعرف دينه حقا ولا يعرف ربه حق المعرفة وربي سبحانه وتعالى في القرآن في عشرات الآية كما كنا قد ناقشنا الموضوع سابقا حدثنا عن وسائل الإيمان لم يستعمل اسلوبا واحدا تارة يحرك الوجدان وأخرى العاطفة وثالثة وهي الأكثر العقل يحفز العقل ما من كتاب في الكون يحفز العقل للعمل والتفكر والتدبر والتأمل كالقرآن ما من كتاب أيقظ العقل من سباته العميق الطويل كالقرآن ما من كتاب يؤجج ثورة العقل على الجهل وعلى التعصب وعلى التطرف كالقرآن ما من كتاب دفع وشرف الإنسان بالعقل وكرمه كهذا الكتاب العظيم القرآن إذن هو القرآن الذي أراد أن يصنع من هذا الإيمان وتلك العلاقة مع الله عز وجل قوة دافعة حماس اليوم حتى نحن حين نتحدث مع الأجيال الشابة نرى إلى حد ما أن هناك فقدان للحماس في العمل سواء كان على مستوى الطلبة في المدارس أو الجامعات والمعاهد أو حتى على مستوى الوظيفة على مستويات متنوعة هناك فقدان للحماس في العمل هناك ملل هناك فتور هناك عدم وجود للحافز وغالباً نحن الآباء والأمهات وكذلك من المعلمين ومن المربين من يستعمل الحوافز المادية لتحقيق ذلك الدافع وإيجاده وهذا في رأيه والله أعلم ليس بالصحيح ربما ينفع لبعض الوقت ولكنه شيء مؤقت تماماً ولا يؤتي الثمار الجدية الحقيقية بينما القرآن العظيم كما يعلمنا أوجد الحافز وعمل على الحافز الذاتي الحافز الذاتي هو الإيمان الإيمان الذي يبنيه على الأسس القوية الأسس الثابتة الأسس التي تجعل من الإيمان مقدمة لا بد منها للعمل الصالح فتحول كل الأعمال إلى عبادات بل تحول كل العادات من أكل وطعام شراب كل شيء اعتدنا عليه إلى عبادات وليس العكس كما هو في واقعنا في كثير من الأحيان الإيمان حين يصبح حافزاً للعمل يدفع بأحسن وأرقى أنواع الإنتاجية لأن الإنسان فعلاً يصبح مقتنعاً بأن ما يقوم به من عمل وما يبذله من جهد مهما كان بسيطاً ومهما كذلك لم يؤتي ثماراً مادية واقعية أو قريبة في مجال عمله أو مدرسته أو ما شابه فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله هذا الإيمان الحقيقي هذا الإيمان الذي يعني القرآن بتربيته هذا الإيمان الذي اعتنى القرآن فعلاً بغرسه في النفوس لأنه عليه وعلى أساسه تبنى كافة الأعمال ومن هنا جاء كما ذكرنا في مرات سابقة الربط المتواصل في كتاب الله بين الإيمان والعمل الصالح الذي هو ثمار طبيعي للإيمان لا يمكن لذلك الإيمان الذي وصفه لقمان في هذه الآية لابنه لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم كلمات بسيطة عميقة المعنى عظيمة المفاهيم والأسس لا يمكن لهذا النوع من الإيمان أن يكون بدون دوافع لعمل أن يكون سلبياً أن يصبح صاحبه إنسان سلبي منسحب انسحابه من الحياة من المواجهة من التحدي لا يتحمل مسؤولية أبداً لا يمكن لهذا النوع من الإيمان أن ينتج أفراداً يهدرون أوقاتهم يتقنون إهدار الأوقات والعمر والموارد التي بين أيديهم لا يمكن أبداً لأن هذا النوع من الإيمان يشعره بعمق المسؤولية اتجاه الله سبحانه وتعالى ثانوية تماماً ليس لها أهمية كبيرة الأهم في الحوار مع الأجيال أن نبدأ بتلك الأولوية الأولويات هي التي نحتاج أن نتوافق عليها أولاً وقبل كل شيء نلقاكم بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته